لماذا ننتبه الى هذه الاشكالات؟ لماذا لا نعرف على هذه الاشكالات؟ الحرب أكثر ما تكون الحرب على النساء لماذا؟ لأن المرأة هي أساس من أساس المجتمع الإسلامي تربي الأجيال تربي الرجال لأن المرأة هي أساس المجتمع لأنها هي أساس المجتمع لأنها هي أساس المجتمع والأولاد في الغالب لا يسمعوا للأباء يسمعوا للأمهات إذا المرأة ضيعت هذا الدور في المجتمع الإسلامي هذا معنى أن المجتمع سيضيع إذن المرأة لها مكان في الإسلام لابد أن تحافظ على هذه المكانة تلتزم الشريعة تتعلم العلم تقتدي بالصالحات تدعو الله سبحانه وتعالى الثبات تصاحب الصالحات لا تغتر بالهالكات تتعلم 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 تتعلم